المصريين انه ازاي تودي طيران الصين? غضب واستهجان وسخرية استقبل بها مواقع ارواد مواقع تواصل اجتماعي قرار شبكة كزا. رغم حالة الحظ اللي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا. واعتبر مغردون القرار كارثة تعكس عدم اهتمام النظام المصري بصحة وسلامة المصريين. نشوف كده تعليقات الناس قالت ايه على القصة دي? مصر الطيران اه تستأنف رحلات مع الصين مزموعة المقبل. هو سيسي خلاص قرر يقضي عينة بدري. روسيا تمنع دخول الصينيين. وانت ادخلهم مصر? ده حد معلق كده وقدام حضراتك التعليقات. بعد ساعات من اعلان مصر ان المصاب بكورونا ليس مصاب السلطات المصرية تعاود رحلات من مصر الى الصين. السيسي يبدو مصر على جلب كورونا لمصر. مصر الطيران تستنف رحلات للصين في الوقت اللي اللي دول زي روسيا وقفت كل شيء تقريبا مع الصين. في مصر نحن مختلفين نختلف على الاخرين. لو الفيروس مجاش هنروح نجيبه لحد عندنا. العالم كله يقاطع الصين وخايف من فيروس كورونا إيه لحكومة عندنا? مش عارفين نلاقيها من تصريحات وزيرة الصحة والهبل بتاعها ولا من مصر الطيران والاستقناف رحلاتها للصين? ده انتو لو قصدين تخلصوا تتخلصوا مننا مش تعملوا كده. مش المسلمين في تركستان شرقية اولى بالدعم المصري العربي ده. مصر الطيران استقناف الرحلات الجوية كل يوم خميس من وإلى الصين ابتداء من 27 فبراير ولا سوريا ولا العراق الحل الصيني اللي خلاص من الشعب المصري استيساوية يمتنعون. السؤال ما لا علاقة بين استقناف رحلات مصر الطيران للصين ومنها وبين تحديد ان تنظيم الناس لق في مصر. الحقيقة يعني انا طبعا ما عرفش القرار ده هو صحيح ولا لأ بس ده اللي حاصل لكن اشتباه في اصابة اجنبي محتجز بقسم قليوب بكورونا. ده الخبر في رزد اشتباه باصابة اه اجنبي محتجز بقسم قليوب بكورونا. انما وخبر فيروس كورونا مدير منظمة الصحة العالمية وحذر من تضاقل فرص احتواء الوباء. ده مدير منظمة الصحة العالمية مش الهاب للعبيطة والنبي عالي هو ده بقى اللي عايز تويندو. هاته العبيطة المبادوي وهاته فاكر العبيطة المبادوي كان ليها تصريح بتقول فيه ده عادي زي الفتوانزة العادية. الاسموع اللي فات. كانت الهاب للعبيطة مبادوي بتقول كده بتقول فيروس كورونا ما تتلاقوش منه قوي. ده زي الصح زي الفيروس العادي. وهنا مدير منظمة الصحة العالمية في ال سي انا في البي بي سي بيقول لك تضاقل فرص احتواء الفيروس. تضاقل يعني نسأل الله السلامة للعالم كله بس يبدو ان احنا قدام فيروس شديد الخطورة. والهاب للعبيطة المبادوي طالها تقول لك والنبي ما تاخدوش بالكم القصة دي ده عادي. ثم اللي هيموت هيموت من اي حتة يعني. واحد بيبقى نازل الشارع. ده بيبقى اشرب الشاي والزغط يموت. عادي يعني. اهو. الهاب للعبيطة المبادوي تتجلى. وزيرة الصحة بتقول لك حامل كورونا. لأ. اهو. ويمكنه التغلب على الفيروس. اهو. ده بس بزا تصريح لقصوده لكن ده معادي برضو. ايه ايه تصريح تجيبه كده ابن عالوش هيجي لها يعني. حامل كورونا المكتشف غير معدي. ويمكنه التغلب على الفيروس. هنا مدير ده في البي بي سي. مدير منظمة الصحة العالمية يحزر من تضاقل فرص احتواء الوباء. الحقيقة يعني انه اه انا مش قادرة فهم سبب القرار ان احنا نستقنف مع الصين. ده العالم كله عزل الصين. انت ليه تستقنف? خاصة ان انا قريت اه تويتا لحد اه عايش في الصين كتب تويتا غريبة جدا. ولفتت نظري بيقول ان الصين اعلنت عن توافر فرص لأطباء هيشتغلوا اربع ساعات. اربع ساعات بس. نوبات. اربع ساعات مهمتهم دفن جسس. اربع ساعات فقط لغير. والطبيب هياخد مش عارف في الاربع ساعات دي. انا الرقم اللي قريته حوالي خمسمية وحاجة دولار. في الاربع ساعات. او عمالي يعني. خمسمية وحاجة دولار في اربع ساعات في الصين. اللي هم. اللي اجر عندهم ببلاش. هيشتغل اربع ساعات ياخدوا خمسمية وحاجة دولار. فالراجل ده او الست دي مش فاكر انا كنت قريته البصة بتاع بتقول كمية الدفء الجسس اللي بتدفنها اا 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 الصين لا تقارن بالاعداد اللي بيعلن عنها. هي بتقول عندهم اعداد فضيعة جدا من الموتة نتيجة الكورونا. وان الصين لا تعلن. ما بتعلنش. وان عندهم مشكلة في الايد العاملة في الدفن. مش عالفين يلاحقوا على الجسس. فطلبت عمال يعني ده اللي انا قريته عمال بيشتغلوا هيشتغلوا اربع ساعات كل نوبة. اربع ساعات فقط بخمسمية وحاجة دولار. فالراجل او الست اللي شاير اللي بتاع ده بيقول ده بس عشان احذركم يا جماعة الصين مش بتعلن الارقام الحقيقية اللي ماتوا من فيروس كورونا. وان عدد الجسس لا نهائي.